سوريا حاضرة في موسكو في المؤتمر السابع للأمن الدولي فماذا عن المشاركين؟ من العاصمة الروسية ينضم إلينا عبر سكايب مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران مساء الخير سالم يعني بداية أين لبنان من هذا المؤتمر؟ مساء الخير نيكول بصراحة لبنان غاب وزير الدفاع وحضر اللواء سمير الحاج على رأس وفد عسكري الحضور اللبناني متواضع مقارنة بباقي الدول خاصة وجود الصين، روسيا، إيران، أفغانستان، أكستان والعديد من الدول العسكرية الكبرى على هامش المؤتمر هناك عتب روسي من القيادة العسكرية بعض الشيء على لبنان وتحديدا لعدم إقرار الحكومة في جلسة الأسبوع الماضي الحكومة اللبنانية لاتفاقية التعاون العسكري بين روسيا ولبنان وأكثر ما يدفع الروس إلى الامتعاد هو قول الحكومة اللبنانية بأن هذه الاتفاقية تؤثر على مؤتمر روما بالوقت الذي كان بوغدانوف ممثل الرئيس بوتين موجود والتقى دولة الرئيس سعد الحريري وقال الرئيس سعد الحريري علنية بأنه كان لقاءا مثمرا وجيدا باختصار يستغرب الروس لماذا لبنان لم يوقع حتى هذه اللحظة اتفاقية التعاون العسكري ويستغربون أكثر كيف أن الحكومة اللبنانية تتذرع بمؤتمر روما التي حضرت فيه سالم من ناحية أخرى سوريا كان الطبق الأساس في هذا المؤتمر هل لمست أن سوريا ذاهبة نحو حل معين أو حروب مجددا من مجمل النقاشات أبرز ما قاله وزير الدفاع الروسي تشويغو حين وصف داعش كما لو أنه على شفير الانهيار والاندثار هذا ما تطابق مع كلام نائب وزير الدفاع السوري العماد الشواء الذي حدد بأن داعش سيطر فقط على 4% من الأراضي السورية أي 7000 كم مربع وفي مناطق معزولة ومتوقة بالكامل لكن للأسف مسألة اللاجئين لم يتطرق لها أي أحد حتى هذه اللحظة زميلة العزيزة الجميع تحدث اندثر داعش الجميع تحدث أن قطار الحل السياسي أقلع في سوريا الجميع تحدث عن مصالحات لكن حتى هذه اللحظة لم يتحدث أحد عن اللاجئين لذلك نصيحة المراقب المنتمي إلى لبنان يبدو أن الحل الذي بدأ به اللواء عباس إبراهيم والذي كانت آخر دفع منهم ألف نازح سوريا عادة إلى سوريا هو الحل الصحيح باختصار علينا أن لا ننتظر من أحد أو نتوقع من أحد أن يحلل مشكلات اللاجئين السوريين علينا نحن أن نعمل على ذلك العلامي سالم زهران شكرا لك على هذه الرسالة من موسكو أعود لعندك بسام